أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج دعم نقدي تكافل وكرامة بدءا من أغسطس الجاري تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إنهاء قوائم الانتظار في البرنامج حيث تم إضافة 73 ألف أسرة في يوليو الماضي وستواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لإدراج الأسر المتبقية في قوائم الانتظار مع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج كما وجهت مايا مرسي بصرف الدعم النقدي لشهر أغسطس ابتداء من الخميس الخامس عشر من أغسطس وذلك عبر مكيلات الصراف الآلي وبطاقات ميزة البنكية